حضراتكم أستاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو الـ 44 من سلسلة شرح برنامج الميكروسوفت ورد وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفرز من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب الفرز هو من أهم الخصائص اللي أنت بتحتاجها في الورد على سبيل المثال إحنا عدينا قيمة وهمية لمجموعة من الطلاب حطينا فيها أسماء أولاد وأسماء بنات القيمة ديت مطلوب مننا بأننا نرتبها هجائيا فعايزين يشوف إزاي الورد بيعمل خاصية الفرز اللي هو نقدر بأنه من خلاله بأننا نرتب الحاجة اللي احنا عايزنا طبعا انت ممكن ترتب عن طريق الفصل أو ممكن ترتب عن طريق الاسم ولكن هنا هنعمل عن طريق الاسم لأنها الأكتر شيوعا في الاستخدامات أنا طبعا علشان أفرز بيكون الرمز عندي في الهوم وبعد كده هتلاقي الرمز بتاع الفرز اللي هو ده وبرضه لو انت نفعل الجدول هتلاقي خاصية الفرز في اللي اوت وبعد كده هتلاقي الشورت دلوقتي احنا هنفرز بأكتر من شكل علشان نشوف كل الأشكال المحتملة للفرز الشكل الأولاني هو بأنه عندي أسماء طلاب وطالبات الشكل ده هنعوز بأننا نعمل فرز لأسماءهم كإعداد مرحلة دراسية مثلا بأننا عايز أسماء الطلاب اللي عندي إيه في البداية أنا هبدأ بتظليل وبعد كده هعمل علامة الفرز طبعا هو بيسألك تحب تفرز عن طريق النص ولا عن طريق الرقم ولا عن طريق التاريخ احنا هناخد النص تحب تفرز تسطاعوديا يعني مثلا من الألف للياء ولا تحب تسطل تنزليا من الياء إلى الألف يوحدة التقسيم اللي انت هتاخدها الواحدة هنا مفيش غير براكراف لو انت عايز تحط قاعدة تانية للفرز بتقدر تستخدم القاعدة اللي تحت أنا دلوقتي عايز فرز القايمة ديت ولكن هنا أنا مش عايزه يفرز بالاسم لأنا عايزه يفرز العمود التاني علشان يفرز لي العمود كله ويورهني أنا لما فرزت دلوقتي هتلاحظ بأنه جاي لي ترتيب الهمزات في الأول بعد كده الباء بعد كده التاء وماشيين في الترتيب بتاع الحروف هجائيا فعلا هتلاحظ بأن أسماء الولاد وأسماء البنات دخلوا مع بعض بحيث بأن القايمة اللي موجودة عندي ديت قايمة مرتبة هجائيا طيب هتلاحظ دلوقتي بأنه مع الترتيب الهجائي ده اتغيرت ترتيب العمدة التانية يعني مثلا أحمد حسن كان موجود جنبه واحد وكان موجود جنبه هنا ألف طيب أحمد زكريا كان رقم تسعة في القايمة اللي فاتت دلوقتي يبقى رقم اتنين يبقى احنا دلوقتي لازم نعيد ترتيب الأرقام ديت طيب لو أنا عايز أتجنب المشكلة ديت أنا هعمل كنترول زد وهلاقي الأرقام دلوقتي رجعت زي ما هي والأسماء رجعت زي ما هي بدون ترتيب طيب أنا هعمل ايه بكل بساطة أنا هاخد الأرقام ديت وهقصها عن طريق كنترول اكس فدلوقتي ما فيش أي بيانات في العمود الأولاني هبدأ بأني أظل العمود الثاني بعد كده هعمله فرزة عن طريق العمود هتلاحظ بأن خلاص القايمة تم ترتيبها هلزق بقى تاني الأرقام بتاعتي فهتلاقي بأن الأرقام كده أرقام تمام وشغالة بشكل طبيعي ده الشكل الأول للفرز طيب الشكل الثاني احنا هنعمل ترتيب هجائي لقيمة الولاد وترتيب هجائي لقيمة البنات أنا دلوقتي هزلل الترقيم بتاع الأولاد وهقصه بكنترول اكس علشان أحتفظ به في الخلفية بعد كده هفرز أسماء الولاد وهحدد أسماء الولاد بس من قيمة هوم هعمل الفرز وهقوله العمود الثاني وتصعوديا هتلاحظ بأنه أسم أسماء الأولاد بأي بيانات كانت مكتوب جنبهم هلزق الترقيم تاني بعد كده هعمل نفس الخطوة مع البنات هقص الأرقام بعد كده هزلل القيمة بتاعتهم وأعملها ترتيب عن طريق العمود مجرد ما هو رتب هوملي هلزق الأرقام هتلاحظ هنا بأنه رتب أسماء الولاد كلهم بعد كده رتب أسماء البنات كلهم وبترتيب هجائي في بعض الملفات ممكن تقابلك بالشكل ده وده شكل من أشكال القيم اللي انت ممكن تتعامل معها أنا دلوقتي مثلا عندي قيمة فيها أسماء على اليمين وفيها أسماء على الشمال وبالتالي ما ينفعش بأني أرتب بالشكل ده طيب هعمل إيه ما تنساش بأن الترتيب لو إحنا رتبنا العمود ده هو بيأثر على ترتيب العمود الثاني وبالتالي علشان أعمل الحاجة دي أنا هزود خانات تحت عن طريق زرار التاب وبعد كده هنقل فيها البيانات بتاعتي فهتلاقي البيانات بتاعتها خلاص نزدت تحت هنا دلوقتي هنبدأ أننا نقص الأرقام وبعد كده هفرز الأسماء عن طريق العمود رتبهم بعد كده هقوم لازق الترقيم بتاعي طيب هعمل نفس الكلام مع البنات بأني هقص الترقيم بتاعهم وبعد كده هزلل وبعد كده هعمل له فارز عن طريق العمود بعد كده ألزق الترقيم بتاعهم بمجرد ما أخلص هرفع البيانات تاني هنا عندي فأصبحت البيانات عندي بشكل طبيعي مرتبة سواء كأسماء أولاد أو كأسماء بنات وهحزف بقية الصفوف أصبحت عندي كده قيمة جاهزة ومرتبة طيب أنا هعمل كنترول زيد علشان أوري لحضراتكم إيه اللي هيحصل لو إحنا مكناش عملنا الجدول ده بالشكل ده هبدأ بأص الأرقام ديت وبعد كده هعمل فارز أو ترتيب تصعودي للقوائم ديت لاحظ بأن ترتيب البنات اختلف وفقاً للاختلافات اللي موجودة هنا مرتبش البنات هجائياً وبالتالي لو أنت هتعمل الحركات دي لازم تنقل أسماء العمود اللي على الشمال أو تحطها تحت العمود الأسفل اللي أنت بترتبه حالياً رجعنا للشكل اللي احنا كنا عليه أنا دلوقتي شفت بأني هقدر بأني أخذ الأرقام ديت ورتبها حجائي من الألف للياء طيب لو أنا عايز أعمل العكس وهقول له العمود الثاني وهقول له أوكي هتلاحظ بأن أول حرف الياء وآخر حرف الألف أين كانت الترتيب اللي أنت عايز تعتمده هي دي التلات طرق اللي أنت ممكن تقابلها بالإشكالية اللي أنت ممكن تقابلها أثناء ترتيب ملفك بكده نكون خلصنا كل ما يتعلق بالفرز أو الترتيب بنشكر حضراتكم نتمنى لجميع كله التوفيق ونتمنى تشارفونا باشتراكم في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر